من بين الفنانين التشكليين والمصورين الذين اتخذوا من إليزابيث ثانية موضوعاً لأعمالهم نجد الفنان الأمريكي أندي وارولد والفنانة البريطانية دورثي ويلدينغ والفنان الإيطالي بيترو إنجوني والمصورة الأمريكية آني ليبوفيتس والفنان التشكلي البريطاني لوسيان فرويد وتنظم إلينا من بيروت الناقضة الفنية التشكيلية رانا نجار سيدة رانا مرحباً بك معنا المؤرخ البريطاني ديفيد كنادين قال إن ملكة بريطانيا إليزابيث ثانية على الأرجح أنها أكثر فرد وثقة ومثلة بصرياً على الإطلاق على مر تاريخ البشرية ما الصورة التي تنطبع على الملكة من خلال ذلك وما علاقتها بالفنون؟ في البداية نحن نعرف جيداً أن الملكة إليزابيث أثرت في أجيال وأجيال من البريطانيين والكنديين والعالم يعني واليوم نرى المتابعة هي أكثر متابعة تلفزيونية بتاريخ التلفزيون يمكن لهذه الجنازة التي تستمر لعشرة أيام لذلك الملكة كانت تعي أن الفن هو فعل سياسي حقيقي ولذلك كانت تقبل رغبة منها بتخليط صورتها الجيدة والجميلة والمثالية لتكون أيضاً مثال أعلى للناس نحن لا ننسى أن بريطانيا هي مهد المتاحف وهي تعتبر في جاليري The National Gallery وحدها تملك عشرة آلاف صورة بورتري فوتوغرافية للملكة وحدها وهي من أكثر الشخصيات التي رسمها فنانون وفنانون كبار ومثل لوسيان فريد الذي يرسم العراط مثلاً وهذه كانت مفاجأة كبرى أن يرسم شخص حفيد فريد الملكة إليزابات لكنه لم يرسمها عارية وبقي لفترة يزورها في القصر وحظي بثقاتها ولكن هذه الصورة هي تعتبر نوع من أهم صورها لأنها أيضاً وضع فيها لمساته من التطخيم والأبهية كما نقول في الدارجة وأيضاً هي كانت تعي أن الصورة تبقى يعني هي كانت تريد أن تخلد نفسها لأجيال مختلفة ونحن نعلم جيداً أن التاريخ والفن هم أهم أوقات أحياناً من السياسة على الرغم من أن الملكة لم تعطي انطباعاتها عن هذه الصور التي ربما كانت غير مستساغة داخل البلاط الملكي ولكن على غيران الموناليزة التي اشتهر بها دافينشي هل لدينا فنان بعينه يمكن القول بأنه كان الأكثر شهرة في تجسيد الملكة أو تصويرها على الأقل؟ أنا بالنسبة لي شخصياً أندي ورهل وليسيان فرويد كان من أكثر الفنانين الذين انتشرت صورهم و لوحاتهم البورتري لها خصوصاً أنهما أصلاً هما يمثلان جيلين مختلفين وأيضاً كمان بمثله كان عنده نوع من الحساسية ونوع من الجدلية خصوصاً لليسيان فرويد لأنه يرسم العريات وأصلاً أن تقبل ملكة استثنائية هي أصلاً ملكة استثنائية كانت تحب الرياضة وكانت تحب الفن وكانت أعتقد أنها كانت تريد تخليد نفسها بصورة جيدة فلذلك كانت تقبل أن تجتمع بهؤلاء الفنانين وأن تعطيهم نوع من الثقة ولا ننسى أن على عهدها بنيت الكثير من المتاحف لندن اليوم هي هم مدينة بالعالم لندن ونيورك وبريز هي مساحة كبرى للمتاحف العالمية والمنفتحة والكوزمو بوليتية كانت ملكة منفتحة أيضاً على الحضارات والتاريخ وأيضاً على السينما وأيضاً على المسلسلات وكان آخر مسلسل عرضة لها على نتفليكس كان استثنائياً أن نعرف تفاصيل حياة الملوك في بيوتهم وفي غرف نومهم وفي حبهم وأسرارهم هذا يعتبر أصلاً ثورة في العالم الملكي سيدة رنأ هل الصور واللوحات وحتى المجسمات يعني وفت لتاريخ هذه الملكة على مدار سبعين سنة أم كان بالإمكان الأكثر يعني التوثيق التاريخي خصوصاً أعتقد هي من أكثر الشخصيات السياسية في العالم التي جذبت الفنانين إليها خصوصاً أنها عاشت طويلاً وأنها ورثت هذا العرش عن أبيها وكانت صغيرة وأيضاً كانت حسب ما يقال ونقرأ كانت تحب هذه الأنواع من الفنون التشكيلية والفوتوغرافية أعتقد أن التاريخ أنصفها نعم لأنها اليوم حتى لدي ابن عمرها تمانية سنوات رسمت الملكة إليزابيث وتعرف صورها من خلال المتاحف التي تزورها بالعالم ومن خلال الكتب أيضاً فلا ننسى أن صورتها أيضاً على كثير من الأشياء التي نجتريها من المتاحف مثل فيكتوريا أند ألبرت وفي العالم خصوصاً أن وجهها محبب جميل شقراء وعيون خضر ولطيفة فهي تذكر أيضاً الأولاد والأجيال الصغيرة بالجدة الحنون فهي كانت تعي جيداً كانت صحيح أنها طلقت تعليمها كله في المنزل في القصر الملكي ولكنها كانت على علاقة دائمة بشعبها وهذا هنا يكمن الحديث هي كانت تريد أن تخلد نفسها بصورة جيدة لذلك كانت تقبل تصويرها ورسمها من قبل كثير من الفنانين وهناك أيضاً فنانين لم يكنوا مشهورين يعني هي كانت تريد هذه الصورة المثالية لتبقى خالدة وهذا الخلود طبعاً عند المسلمين يعتبر الله لوحده خالد ولكن جميل أن يكون للإنسان هذا الحس المرهف تجاه الفن لأن الفن بكل بلدان العالم وخصوصاً ببريطانيا يعتبر هو فعل سياسي بدون أدنى شكوى وخلال الحملات السياسية والانتخابات السياسية مثلاً لنقل في فرنسا مثلاً لجأ كثير من الرؤساء وخصوصاً في بريطانيا أيضاً يلجأون إلى الفنانين لتحسين صورتهم أو أعطاء انطباع جيد للناس شكراً ولكن هي عملت على تخليد هذه الصورة عبر المتاحف وعبر الفن لتكون محببة عند الناس شكراً جزيلاً لك سيدة رانا النجارة الناقضة الفنية التشكيلية كنت معنا من بيروت شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك